يا أهلا وسهلا وحياكم الله نحن الآن في شهر نظمبر 2023 في شهر مي 2023 في 5 مي بالتحديد كان موعد آخر يوم لاستقبال طلبات الابتعاث لسنة 2023 بعدها أو في نفس اليوم هذك طلع قرار قال من الوزارة أنه راح يتم فتح باب الابتعاث طوال الموسم والله استبشرنا خير وقلنا ما شاء الله الحمد لله هو الأمر طيبة وفعلا في ناس قدمت بعد 5 مي وقبلت يعني الملفات حقتها أو طلباتها لكن الآن فيه ناس جالسة ترفع طلبات لسنة ناس جالسة ترفع طلبات لسنة 2024 سبتمبر 2024 يجيه مرافض يقولون أنه لسه ما بعد فتحنا تقديم الطلبات ل2024 طيب متى أنتم مقايلين يفتح طول السنة وكيف الآن تستلمون طلبات وترفضونها يعني هنا فيه شيء غريب صراحة قالوا التقديم طوال الموسم والآن الناس تقدم على السنة الجاية لأنه خلاص سنة 2024 انتهت سبتمبر بدأ باقي يناير يناير هذا قليل طلاب وقليل أصلا جمعات يكون فيها دراسة في فترة في يناير يعني تخصصات نادرة ومراحل البكالوريوس غالبا ما يبدأ فقط اللي يبدأ غالبا الماجستير في يناير بكالوريوس قليل جدا يعني هم لا هم اللي استلموا الطلب ولا علموا الطلاب قالوا للطلاب متى راح يقدرون يقدمون أنا يجيني كثير طلاب فواز متى أقدم لسنة 2024 أقول لأقدم يجوني ناس آخرين يقول ترى قدمنا وجانا رفض يقول لسه ما بعد نستقبل طلبات لسنة 2024 يعني صار فيه الموضوع الأخبطة والناس ما عاد تدري متى تقدم يعني أخاف أني أجلس ما أقدم الآن ثم يفتحون باب التقديم ولا فيه إعلان ولا فيه شيء طيب ليش ما تعلن تقول أنه راح يبدأ استقبال طلبات 2024 في التاريخ هذا يعني أوكي الوزارة الجالسة تشتغل شغل جبار وحسابات الوزارة والابتعاف بصراحة فيها محتوى كبير جدا ورهيب جدا لكن فيه أشياء شوف إذا بغيت أتعرف الجودة في العمل شوف الأشياء الدقيقة والصغيرة أنا هذه دائما أتدق فيها الجودة في الأشياء الصغيرة إذا صاحب العمل مهتم في الأشياء الصغيرة قبل كبيرة أعرف أنه عنده جودة في العمل في الإتقان يعني أنت ليش الآن تارك الألوف المؤلفة من الطلاب اللي الآن جاهزين يبغون يقدمون على الابتعاف يعني جالس كذا على نار ما يدري متى يقدم يقدم عليك كل أسبوع عشان يعرف هو قبل طلبة ولا ما قبل أنا والله اللي يجيني أقول له ما أدري صراحة قدم في يناير يعني إحنا نحن في نوم مبارك أقول له قدم في يناير ما في لك كذا فلذلك أنا أتمنى يكون فيه آلية واضحة متى أنا أقدم للسنة القادمة وأتمنى يكون فيه آلية واضحة بدل ما أنا أترك الطلاب يقدمون على جميع التخصصات وهم الطلاب يعني ما يدرون إيش التخصص اللي عليه ضغط الشخص التخصص اللي عليه تكدس الناس ما تدري فجأة يجيه رد تكدس طيب ليش أنت ما تعلن عن التخصصات وعدد المقاعد أنا قريت في الموقع برنامج الابتعاف أنه ألف مقعد بس ما أدري هل ألف مقعد في الجامعة ألف مقعد في التخصص مثلا في أشياء شوي أنا ما أشوف أنهم جالسين يوضحونها بطريقة سريعة ما في أحد جالس يتابع المبتعثين هذولا أنا هذا اللي قاعد أشوفها يعني المعلومات اللي أنا الحمد لله ولا فيها منه المعلومات اللي أنا جالس أقدمها ما في أحد من مسؤولين أو إدارة منخصصة في الابتعاث طلعت بالمحتوى هذا وأغلبهم أصلا كانوا مبتعاثين سابقين ليش ما يكون فيه فعلا شي محتوى مهم يهم المبتعاثين المقبلين أوكي فيه المؤتمر والابتعاث والابتعاث فرح هذه كلها أنا أشوف أنها ولا شيء يعني ما تقدم شيء واو يعني معلومات دقيقة جدا يعني حتى المبتعاث يواجه بعض المشاكل ما يلقى أحد يحلها مثل موضوع القرانتور بعضهم يقول ما أجرك بيت اللي لازم تجيب لي ضامن كفيل فيه يروحون الطلاب هذولا مساكن يدفع من جيبة على شركة تكفل وتضمن فيه أمور يعني هذا المفروض أنها الوزارة الملحقية هي اللي تقدمها أوكي الملحقية تعطيك فيه نسحب من سفير تعريف وامور كثيرة حلوة بس فيه أشياء تفاصيل التفاصيل يعني عندنا ألوف مؤلفة في الخارج ليش يكون عندنا إدارة مهتمة بالمبتعاثين اللي في الخارج الملحقيات ما تسوي شيء اللي يقول لك الملحقية الملحقية من أول من يوم جيت هنا من 2015 طلعت ابتعاث الملحقية مجرد جهة أنا أشوف أنها مش مشرعة فقط كانت منفذة والآن جهة لا تحل ولا تربط الآن كل علاقتنا بالوزارة ما تسوي شيء الملحقية أبدا يعني المبتعاثين القادمين حط في بالك ترى الملحقية ما تحل ولا تربط الملحقية فقط بتعطيك معلومة فقط حط في بالك الشيء هذا أول كان وضعنا مع الملحقية كويس من الأمور المالية كانت المستحقات حقتنا تنزل والبدلات على ثلاث أيام روحية مسبوع الآن صار الوضع أردأ يعني من عشرين يوم إلى ثلاثين يوم عشان تنزل لتعويضاتك ولا مستحقاتك فأرجع وأقول اللي بيقدم على السنة الجاية يستفسر من مركز خدمات الابتعاث إذا في الرياض تروح لهم طبعا للأسف لا اتصال ما أعتقده حديرد عليك بالتليفون ولا إيميل لأنه الآن حتى الحوكم الإلكترونية اللي نسمع فيها في الوزارة فقط في التعاملات الإلكترونية لكن في الكمنيكيشن مع المراجعين في ناس خارج الرياض كيف بيقدر بيتواصل معكم ما في تواصل أنا تواصلوا معي طلاب من جدة من الشرقية والله أني أقول له رح أركب قطار كطيارة وروح خلص أمورك أنا هنا في بريطانيا في لندن أركب القطار وروح الملحقية أخلص أموري ذيك الأيام تخيل لأن ما حد يرد علي تليفون ما فيه ما عندك إلا سفير وسفير حتى المشرف يرد عليك رد يقتلك أنت متحمس ومحروق دمك وهو يعطيك رد مبهم أنت ما تفهم وشي بي من الرد هذا هذا واقعي إلى الآن موجود للأسف يعني ما يشرح لك يعني ممكن أنت ترسل له مرفقات يرسل لك بعد ثلاثة أيام يقول لك حط المرفقات كل هذه في ملف واحد بس وهذا حاصل يعني يجلس حطها في مرفقات وارجع رفعها واجلس أنت يعني يخليك ستة أيام عشان طال عمره ما يسحب المرفقات هذه كلها ويحطها في ملفه فيها أشياء سلبية أي نعم فيها شيء جابي بس لازم نذكر السلبيات عشان تتحسن لازم نذكر أشياء هذه السلبيات عشان تتحسن يعني لازم المبتعثين اللي قبل اللي الآن قد يقدمون يكونون على الصورة يعرفون متى يفتح التقديم أنا متى يفتح التقديم على السنة الجاية أنتو قلتونا مفتوح طوال العام الآن الناس رفعت قلتو لها لسه السنة الجاية ما بعد نستقبل طلبات طيب وش الحل وش الطريقة عشان كذا أنا حبيت أوضح الصورة أنا ترى يا جماعة ما عندي علم والله مثلي مثلكم ولو عندي بعلمكم أكيد لكن ما لك إلا أنك تتواصل مع مركز خدمات الابتعاث إذا أنت في الرياض أو تعرف أحد في الرياض يروح يستفسر ولو عندك أي مشكلة أو أي يعني استفسار موضوع التقديم ما التقديم في أمورك عندك أي إشكالية خل أحد في الرياض يروح يراجع لك أو أنت روح مركز خدمات الابتعاث أعتقد أنك بتوصلك المعلومة طبعا في معلومات كثيرة في بعضهم ترى ما يعرف كيف يستخرج المعلومة ادخل على مركز اللي هو برنامج خادم حرمي شرفين الابتعاث ترى في معلومات كبيرة كل مسار تحت معلومات في مشكلة بعض الأشخاص يجي يسأل بدون ما يبحث يعني أنا أتكلم عن فواز والله أني قد ما أقدر أحاول أرد على أغلب الاستفسارات لكن بعضها ما أقدر أرد عليها ولا أقدر أني أنا أروح أبحث وأجي لازم تبحث حاول تبحث كذا اكتب في جوجل مركز خدمات اللي هو برنامج خادم حرمي شرفين الابتعاث ودخل وشوف خذلك فكرة كاملة ترى في كل شي ترى بداية الابتعاث البحث ثم البحث ثم البحث والله يا جمعة الخير أنا تعلمت طريقة البحث الاحترافي في الابتعاث بشكل مو طبيعي عن أي معلومة في الحياة مو بس فقط يعني عن شي يتعلق في الدراسة لا عن أي معلومة في الحياة الآن كل شي متوفر عندنا فكل اللي ما عليك أنك أنت بس كده تفكر وتبحث يعني بعضهم يجي تقول أبغى قبول كم درجة لا أيلت ما عندي أيلت في أشياء شوي خلاص هذي وش تسوي وش ما تسوي فأتمنى أنه يعلنون الوزارة متى راح يفتح الابتعاث وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه تعسن أكبر للمبتعاثين الدولة ما قصرت والله العظيم أننا في نعمة ما يعلمها إلا الله شوف كم كل طالب يصرف عليه من بداية ابتعاث لأنه يتخرج شي ترى مهول من الدراسة رسوم الدراسة المكافأة الطيران التأمين الفيز شيئة شيئة كبيرة ترى الحمد لله حاصن عليها بس في أشياء أودنا يعني تتحسن أبناء آدم كذا طمائي يبغى كل شيء كامل عموما نشوفكم إن شاء الله على خير في موضوع قادم وحب تنقل الصورة ووضح للعالم أو للطلاب أنه الابتعاث إحنا بخير وإحنا على قلاتهم بنعمة كبيرة وإن شاء الله نشوفكم مقرجين وبعدها سعيدة إن شاء الله اشتركوا في القناة